باسهل واسرع طريقة نحضر صابلي مالح في وقت قصير مكونات اقتصادية كي جلدين بزاف بسم الله على بركة الله المكونات عندي 125 جرام ديال زبدة مارغارين درجة حرارة المطبخ طحين حسب الخليط غادي نذكر لكم القياس ربع كأس من الزيت النباتي ملح اللي كسبقه بحسب طوق نش ملعقة صغيرة بيضة كاملة قطعتين ديال جبن متلت هنا كنسم شوية ديال الحار وشوية ديال البزار اللي هو الفلفل الاسود ممكن تعودوه بتوم بودر ممكن تعودوه بزاعة ترجاف كي يكون طحون ممكن تديرو ملعقة صغيرة مل مطارد انتو ما كتنسموه باش مما بغيتو كندير زبدة فئناء مع قطعة سين ديال الجبن شوية البزار شوية الهريسة بودرة ممكن تديروه على شكل الصوس ربع كأس ديال الزيت النباتي القياس كتاخدوه بكأس شيل عمبا كديروه ربع كأس ديال الزيت انا هنا مستعملها زبدة مارغاري كتكون رطبة بدرجة حرارة المطبخ وكنخدم مزيان بطريقة ديال الصابلي ما كيتعجنش نهائيا فقط كنخدم بالاصابع ديالي كنضيف هنا بيضة كاملة كملا لحظو الحجم ديالها كيكون صغير وكنخلط مزيان حتى كتندمج العناصر وكنحصل على خالات اللي كيكون كريمي ضروري زبدة متخدموها هنا مزيان مكونات بسيطة واقتصادية تكون عندكم هادي هي القاعدة وانتوما كتضيفو النكهات اللي بغيتو ممكن بدل اه الهريسة او البزار ديرو شوية ديال زعتر كيكون طحون لي ما كيبغيش الحار طبيعة الحال ممكن ديرو الموتار اللي هو الخردل ممكن ضيفو تشوما بودرة مع هدى المكونات كتنسمو باش ما بغيتو كنضيف الطحين شوية بشوية الكمية غدي تاخد معكم تقريبا 250 حتى 280 جرام ديال الطحين غير كيتجمع فقط ما كيتعجنش نهائيا ما كندخلوش تلاجا مباشرة غدي ناخد ورق صلف غيزي فاش غدي نطيبو فالفران كنرشو بشوية ديال الطحين ونبسط العجن غالي نعطيه السمك ديال هدك الورق اللي وضعت السمك يكون ماشي رقيق بزت ماشي غليط يعني السمك اللي غايد يكون ديال قطعة واحدة ما كيتلقاش بطبيعة الحال الصابلي اللي كيكون مالح هنا لكم الختيار ممكن هنا تقطعوه بمراشل حسب الرغبة دائري مربع اوفال كما بغيتو تقطعوه اقطعوه هدك الورق هدين هزو نحطوه في الطاوة بلا ما نبقى نهز كل قطعة بوحدها هدين هز الورق كامل ونحطوه في الطاوة الورق را عندي قياس طاوة مقطعها من الاول قياس ديالها صفي هنا حتى نقطع جيها اللي على شكل طولي ونحيد هدوك الجنيبات ما نعج منهمش هدين جمعهم ومن بعد رانا هدين قطعهم بنفس طريقة مربعات اللي كتكون متساوية نفس الشيء قدي نديرو هنا للجيها اللي كتكون بجيهة العرض نحاول هدك الجنب من بعد منه شوية حتى ما مقادش قدي نقطعوه دائما العجينة ديالصابي سواء المالح ولا الحلوة ما كيبتعجنش نهائيا وذلك القيطعة اللي كتكون غادي تعاود تستعمل حتى هي ما بتعجنش كتحط وحدة بوق وحدة ومن بعد كتصرح بنفس الطريقة هنا كنقطع بالجيها اللي في العرض قدي نحصل على مربعات ما غنهزم التحاجة مباشرة في الورق اسهل واسرع طريقة باش تحضروه في واحد الوقت اللي قصير بزاف يعني في ضرف نصف ساعة ما هانتو مع جنتو طيب شو هما كياخد حتى الوقت بزاف في الطياب حيت كيكون سمك ديالو شوية ارقيق ماشي ارقيق بزاف كان اكد ما خصوش يكون ارقيق بزاف وما يبقاش هنا غليظ بزاف لاحظوا معايا كنهزل الورق بكل سهولة وكنحطوه في الطاوة دوك الجنيبات اللي حيت هما اللي غادتين عاود نسترح ونديرهم الطاوة اخرى اصغر من هادي باش يطيبو اهنا اه حصلت على مربعات متساوية حيتوك الجنيبات هما هادو بعدين نسترحهم بنفس الطريقة هنا كناخد واحد البيضة صغيرة الحجم ليلها صغير كنحفقها مع قطرات من الخل او قطرات من سوسط سوجة او قطرات من الحليب السائل مهم باش كتحيت ديك الزفورة ديال البيض غادي ندهن العجن ديالي كامل المربعات الكاملة غادي ندهنها بهذاك البيض المحفوق وكنزينو باش ما بغيت ممكن ندير فروماج محكوك ممكن ندير هنا رقائق لوز او رقائق كوكاو شوية ديال بافو شوية ديال زنجلان بيض حمر اه اسود حسب المتوفرة عندكم شوية ديال ديك الزفورة من قياه دك الشي اللي بغيتو كديرو كديروه درتهم هنا فقريعة شوية ديال بافو شوية ديال زنجلان بيض او الشيط المربعات ديالي بالنسبة للفران الوقت اللي كانشكلو راني كانسخنو واحد الخمسة دقيق قبل بمجرد ما كندخل الطاوة كننقص النار نار هادئة ونخلي الطاوة لتحت والنار من اسفل من شعلي الفوق نهائيا غير لتحت حتى طيب وكيتقرمش والنار دائما من اللي تحت لاحظو كنحصل على مربعات اللي مقرمشة وهشيشة في نفس الوقت كيجي معتبر في واحد الوقت اللي قصير قياسي نحصل على صابلي مالح لاحظو مقرمش وهشيش والديد بزاف جربوه وبصحتكم وراحتكم كانت معكم رايحانة كمال وانطلقوا في فيديو جديد بإذن الله